في برنامج الجدعان لما أولدت يبنوا بلدنا عايزي من مصر تقوم وتعدي أنا جا صاحب مشروع أخد خدمات إزاي أونلاين حضرتك ممكن تدخل على الويب سايت تحجز معاد مع كونسولتينت من البنك يتصل بحضرتك في الوقت اللي يناسبك ويناقش مع حضرتك كل إحتياجاتك ويدعم حضرتك في كل خطر إيه الكائن ده؟ إيه حالة البهجة اللي عملها في المكان دي؟ على المستوى التعامل مع العميل ده ممكن يبقى أسرع بيقدم الحاجات بطريقة ممكن تكون فيها أسهل وهي يسمح لك إنك وقتك تستخدمه في حاجات تانية أنت جبت الطعون دي إزاي؟ طعم مطابق بالزبط لشوكولاتات عالمية إزاي؟ شعرنا في المعرض ده سبريداتك عندنا كل أنواع سبريد الشوكولاتة اللي انت تستخدمها في قطاع الكاترينج موجودة عندنا نقدر نقوله إن احنا انتهينا من صناعة الأرفف بشكل كامل مصرية مصرية بالكامل انت الراجل بتطور بتحاول تمصر كل حاجة رائع وانت بتكاتب وراج جيفال صناعة مصرية بأيدي مصرية ده شيء مبهر الحمد لله إن احنا نعمل كل حاجة بأيدينا مش مستنيين نستورد حاجة من برا وتشاهدون هو الخلط ده بيتحاكم في كمية الأسمنت والسن والمية اللي داخله عشان يعمل الخلطة مصبوط حسب المنشاعة اللي بنعملها مصبوط والتقليب اللي بيتم عليها داخل المكسر اللي احنا بنعمله يعالج المشكلة اللي في المحطة الكبيرة المكسر بتاعك كمان بيعالج بيعالج المشكلة بيعالي من جودة الخرصانة مصبوط الفر من سعرك وسعر المستوردة ده يعني ده قدر تقول مثلاً 30% من سعر المستوردة ولأول مرة المزارعة ده لو التزم بالممارسات الزراعية السليمة والموعيد اللي بيتقلوا عليها ومتحددة لزراعة الدورة السفرة الراجل ده هيعدى في السلاج 25 تلاتين طن وممكن يوصل لخمسة وتلاتين كمان انا متوقع ان شاء الله ان السنة الجاية الموسم اللي جاي كل واحد يزرع دوره يفكر قبل ما يزرع في الاس 500 اسمف مبكر ويديك ميزة عاملة ازاي انا شايف انه هو مبشر ان شاء الله وان شاء الله يكون لنا فيه توسعات السنة الجاية ان شاء الله وخير كثير ان شاء الله باسم كل هذا واكثر في برنامج الجدعان الخميس والجمعة والسبت من كل اسبوع في السابع مساء حصريا على القاهرة والناس تو اهلا بكم في العاصمة اشتركوا في القناة